أولى شحنات المساعدات الإنسانية تصل غزة عبر الميناء المؤقت عملت أول السفن القادمة من قبرص نحو 200 طن من المواد الغذائية معظمها من الأرز والدقيق والسلع المعلبة أما ثاني السفن فبدأت الاستعداد لنقل نحو 300 طن من الأغذية إلى غزة أجرت عملية شحن ونقل هذه المواد بالتعاون بين دولة الإمارات ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي وجمهورية قبرص الخارجية الإماراتية قالت إن الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في غزة يتطلب ضمان تدفق المساعدات فورا وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام الجيش الإسرائيلي انتشر في الموقع المقابل للميناء العائم وقال في بيان إنه يعمل لتأمين المنطقة تحدث عن خضوع السفينة التي وصلت لفحص أمني كامل مؤكدا أن دخول المساعدات الإنسانية لا ينتهك الحصار الذي تفرضه تل أبيب على غزة منذ نحو 17 سنة بدأت إسرائيل تتبع السفينة الحاملة للمساعدات بعد انطلاقها من قبرص وعلى سواحل غزة تتواصل محاولات إيجاد مواطئ أقدام للمساعدات الإنسانية الواصلة بحرا ضمن مبادرة عالمية دعت إليها الولايات المتحدة لإنقاذ مئات آلاف الفلسطينيين من مجاعة محدقة الصعوبات الفنية الماثلة وأجواء الحرب قد تجعلان هذه المهمة محفوفة بالمخاطر على الأقل في بدايتها لكن نجاحها قد يمثل بصيص أمل للسكان غزة للابتعاد عن الموت جوعا واستحق من دامية لا أفق لنهايتها حتى الآن